سلام ومرحبا بكم اليوم ومع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا كوفيد 19 انتشرت الحملات التحسيسية للوقاية من العدوى من الفيروس ومنها استعمال ماء الجفال للتعقيم والتطهير معكم منيال الزغيتي تكتورا في الصيدلة ومختصة في العلاج بالنباتات الطبية والطب التكميلي باش نحاول في الفيديو هذي نجيوب على اهم الاسئلة اللي طرحت حول ماء الجفال استعمالاته ومخاطره كان عجبك الفيديو ما تنسيش باش تضغط على زر الاجاب لايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس الاشعارات خلينا نبدأ ماء الجفال معروف بقدرته الكبيرة في القضاء على البكتيريا والفيروسات كيف فيروس كورونا صحيح هو يطهر ويعقم امام ان الجمش ينظف كيف الصابون الخضر والنمو والشامبوان وغيرهم من مواد التنظيف بالنسبة للأسطح والمسيحات اللي نحب نعقموها لازم في اللول ننطفوها باستعمال الصابون الاخضر او الامو او الدينول او غيرها من مواد التنظيف من بعد نشللوها بالما بالباهي ونشيحوها في مرحلة ثالثة يجي دور ماء الجفال المخفف نستعمل قطعة من القمش نبلوها بماء الجفال ونمسحو بها نخليه ماء الجفال يتفاعل مدة 4 ساعة بعد نعوده نشللو بالباهي بالما الصافي ونشيحو ما لزمناش نستغنيه على التشليل الاخيرة بالما خاطر ماء الجفال يدوم حتى 6 ساعات على الأسطح اللي قمنا بتعقيمها ويقعد يسيب في غاز الكلور الساب اللي ينجم يتفاعل مع الماكلة او يتسبب في تهيج للجهاز التنفسي في حالة استنشاقه الجفال اللي يتبيع في اللاسويق يختلف نوعه حسب تركيز الكلور الفعال فيه الكلور اكتيف اللي يكون مكتوب بوضوح على الدبوزة حسب لينورم EN 14476 التركيز المطلوب للقضاء على أغلبية الفيروسات ومن ضمنها الكورونا لازم يكون 0.5% اللي هو أضعف بيسر من تركيز الجفال المتوفر في الأسواق لازمنا نقوم بعملية التخفيف للجفال اللي نشريوه من السوق نعطيكم مثال بسيط جفال جودي ولا ليلى درجة تركيزهم 12% ناخذوا كاس جفال ونزيدوا عليها 6 كيسين ماء يعني بش نعملوا ديلوسيون أو 7 يام الماء ما لازمش يكونوا سخون ونخليه والخليط يرتاح ساعة للتفاعل وبعد نعبيوها في إيناء ونستعملوه الجفال ما لازمش يتخلط مع حتى مادة أخرى عدى الماء وما يبديش سخون كما اذكرنا في السابق بعض الخلطات اللي انتشرت على الانترنت تتنجم تكون خطيرة وتتسبب في حالات تسمم تنجم تأدي للوفاة اللي اطفالكم تخليط الجفال مع الكحول مثلا ينتج عنه مادة الكلوروفورم الغازات المنبعثة من خلطة هذه تتميز بدرجة سمومية عالية تريتوكسيك وتتسبب في التهيوش إيريتاسيون خلط الجفال مع الخل أو عصير الليمون أو بعض المواد المستعملة لإزالة الكالكير من المراحيض كيف الشوك أو طباقب بعض اللي نستعملوهم في المراحيض باش ننطفه ونحي ونروقح الكريهة يعطينا غاز ديكلور اللي هو غاز سيم جدا ومسرتن واستعمل في الحرب العالمية الثانية لإبادة البشر خلط الجفال مع الأمونياك الموجود في منظفات البلور وبعض مواد التنظيف الأخرى يعطينا مكون الكلورامين اللي هو غاز سيم جدا الأمونياك زادة موجود في محلول البول هذيك عليش لازمنا قبل ما نعقموا التوالتات بالجفال لازمنا ننطفوهم بالباهي بالماء وبعد نشللوهم بالباهي بعد ما نعملوا عملية التعقيم تجنبا لتصاعد هذا الغاز السام أثناء الاستعمال اللاحق للتوالت من أهم الحاجات اللي لازمنا نحرصه أنها تكون مظيفة ومعاقمة هي التوالت لفابو يدين الببان حفة الطواول أقراص الضو لتلي كوموند وكل ما يمكن لمسه باليد لازم الحذر عند استعمال الجفال في غسل الغلة والخضرة خاطر خاطر التسمم به ويرد جدا لازمنا نستعمل بعض القطرات خمسة قطرات في لتر من الماء نخليه الخضرة والغلة من خمسة إلى عشر دقائق وبعد نخسلو بالباهي بالماء الصافي وأنا نحبث في الحالة هذه أن نستعمل الخل أي وضا عن الجفال لتطهير الغلة والخضرة أول شيء لازمنا نجنبه الاستعمال المفرط للجفال حتى في الحالات الخاصة كيف حالات العدوة الوبائية اللي عايشينها خاطر ما الجفال صحيح يقضي على البكتيريا الضارة أما زادة يقتل البكتيريا الصديقة للجسم واللي تساهم في حمايته وتقوية منعته هيك عليش يمنع منعا بيتا استعمال ماء الجفال على المرأة الحامل والأطفال فما دراسات عملت وأثبتت أنه لفرامل المسؤولين على تعقيم الغرف المستشفيات بماء الجفال كانوا أكثر عرضة بـ 35% للإصابة بالالتهاب في القصابات التنفسية والإصابة بنوبات الربو وحتى سلطان الرئتين عاف الله الجميع من بين أعراض التصمم بالجفال نذكر زادة تهيج أي إيريتاسيون في العينين الجلد الأنف والمجاري التنفسية نزيف في الأنف التهاب رئوي السعر الجاف اللي نجم يدوم لأشهر أو جاع في الصدر ذيق التنفس الغثيين ودموع في العينين اللي هي معظمها أعراض تتشابه مع الأعراض الإصابة بفيروس كورودا هذا يعتمد على الوضعية العامة كونتكست جينغال يعني كان كنت تفرض في الاستعمال الخاطئ للماء الجفال ورائحة الجفال تغي على الجو فإمكانية أنك تكون عندك أعراض التسمم بالجفال تكون أكثر من إمكانية إصابتك بالكورونا أما إذا كنت من العباد اللي تحتك برشة بالناس وتخرج وما تحترمش قواعد الوقاية من العدوى وما تستعملش الجفال أو بنادرا ما تستعمله فوقتها تكون إمكانية إصابتك بالفيروس هي الأرجح عفا الله الجميع تعقيم اليدين ما يستحق الجفال بل من مستحسن تجنب الجفال في تعقيم اليدين خطر الجفال يذوب الغجاء الدهني لخليل الجلد ونجم يتسبب في حساسية وتهيج الجلد فصلت على أنه لكلوري نجم يتعدى من الجلد إلى الدم ويتسبب في حالة تسمم حاد أنتوكسيكاسيون إيجل بماء الجفال نتيجة التعرض المتكرر إكسبوزيسيون ريبيتي لهذه المادة طول الفترة الوبائية كيفما ذكرت استعمال الماء والصابون بالطريقة لتنصح بها منظمة الصحة العالمية تكفي ثم زادة لجال إدرو ألكوليك اللي يتحتوي على الكحول اللي تكون فيها درجة تركيزه ما بين 60 و70% وهي الدرجة اللي تسمح له مش تكون عنده فاعلية على الفيروسات يمكن زادة استعمال الكحول الوحده بنفس درجة التركيز وهذا نجمو نستعمله باش نعقم زادة التليفون تليكوموند المفاتح الكلافين بتاع البسي باش نقصوا من استعمال الجفال وكان ملقينيش ألكول نجمو نستعملو الدكا باش نعقمو الحاجات هذو ما الخل بأنواعه مطهر ومنظف قويل لكن مفعوله التعقيمي ضعيف جدا وما يشملش الفيروسات هو فعال فقط على البكتيريا الخلطات بتاع الخل والكربونات والملح وغيرها ما عندها حتى فاعلية على الفيروسات بما فيها فيروس الكورونا سهل برشا نستعملو الجفال المخفف لدرجة 0.5% نستعملو قفزات جوندوميناج لحماية اليدين كان نتقلقو من ريحة الجفال نستعملو كمامات لحماية الجهاز التنفسي من غاز الكلور تخليو شبابك محلولة أثناء وبعد استعمال الماء الجفال حتى لين تتنحى الريحة تماما نتجنبو التعرض المفرط والمتكرر للجفال ونستعملوه أقل مرات في اليوم ونحاولو قدر الإمكان نستعملو بدائل الجفال اللي ذكرناها الصابون والكحون وجال قدروا ألكوليك من البدائل الفعالة لماء الجفال لازمنا نملع الحمار من استعمال الجفال لازمنا نخزنو جفال بعيدة على الصغيرات في حالة التعرض لسكب الجفال على الوجه أو العينين أو الفم نخسلو بالباهي بالماء الجاري ولمدة طويلة كأنظهر تهيج إريتاسيو أو انتفاق أدام لازمنا الاتصال فورا بالطبيب أو الصيدلي هذه وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية بيش نصنع مطهر ومعاقم غير سام وصديق للبيئة ناخذ مغرفة ميكلة بكربونات دوسوت أو ما يعادل 15 درام إترا ما سخون زوز مغرفة ميكلة خل أو ما يقارب 30 مليليتر ومغرفة ميكلة سابون سائل كما السابون لكيت كما السابون بارسي سابون نوار وإلا كد مع الناش نجمو ناخدو السابون الخضر اللي عنا تقريبا 15 إلى 20 جرام نهر وشوه ونحلوه في شوية ماء عندك زيدا ناخدو خمسة قاترات من الويل السانسيال 1 takimاليبتوس رضي color 5 قاترات من الويل السانسيال 5 قاترات من الويل السانسيال 5 قاترات من الويل السانسيال لالفنت 5 قاترات بلويل السانسيال مرحة السابون طريقة التحذير ناخذ البكاربونات نزيد عليها نصف كمية الماء ونخلطو بالباهي في اين اخر نصبو الخل ونزيدو عليه خليط ديزويل الإسانسيال يذكرنيهم في السابق اللي هي خمسة قطرات ويليسانسيال بيكاليبوس راديه خمسة قطرات ويليسونسيال تياتري خمسة قطرات ويليسونسيال دو سيتخان خمسة قطرات ويليسونسيال دو مونت بوافري خلطوها بالباهي وبعد نزيدوه بالسياسة على الخليط الاول نستنيوه حتى يتفعل خاطر بشي كشكش شوية خاطر الفينيجر اسيد والماء والبيكربونات باز بشي يتفعلو بشي يصير شوية كشكيش نستنيوه حتى الخليط يهدى بعديك نزيدوه السفان لكيت ونكبرو نزيدوه بقية كمية الماء نخلطوه بالباهي وبعديك نسكرو الدبوزة ونخذوها ونخبيوها ونجمو نستعملوها البرشة حاجات الخلطة هذي نجمو نستعملوها في تنظيف وتطهير أسطح المطبخ والسبابل والطاولات وتنظيف الحمام بما في ذلك التوالات كيف كيف ننجمو نستعملوها لتنظيف البلاور والفرن وغيرها من الاستعمالات المنزلية خطرها خلطة آمنة وفعالة وريحتها ياسر بنينة في الأخير نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة ونطلب منكم كانكم عجبتكم الفيديو تضغطوا على زر الآجاب لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات ما تنساوش باش تبرتجيوا الفيديو هذي مع أصحابكم وحبابكم وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة بإذن الله